وعلى بقى الاجتماع دول أصليهم مكانة عظيمة الحقيقة يعني أظن في عقول وفي أزهان وفي ضمائر الكل اللي بيفهم يعني إيه قيمة علم الاجتماع بس أنا هروح الأول على مكتبة الإسكندرية ومش بالشيء التقليدي ولكن بجزء من اللي شفناه في التقرير وحضرتك حكيتلي عليه أنا شفت ناس قاعدة بتشتغل في قسم الترميم في المكتبة فسألت سيادتك وإحنا بنطفرج على التقرير قلتلك يا فندم هوا دول بيرمموا مخطوطات قلتلي آه وإحنا دلوقتي عندنا مشروع كبير لترميم مخطوطات قناة السويس أنا عايزة أبدأ من هنا طبعا وانا قسم الترميم ده في المكتبة أنا نفسي لما دورت المكتبة وتعرفت عليه يعني نفسي يعني فيه القطوطين مهمين جدا لقيت شباب مصري بناته صوبيان صغيرين بيشتغلوا بهمة ونشاط وفي شغل هم متخرجين من كلية العلوم وقسم كيميا وقعدين يشتغلوا في الورق يعني مهترق ويحولوه خلال إيديهم الصغيرة من أمنيمة دي وأسلبهم الدقيقة دي يحولوه إلى ورقة مقروعة وجميلة جدا وكده وفجأت أنا بأنهم بيعملوا شغل ليس في المخطوطات اللي هي مخطوطات قديمة زي مثلا المصاحف القديمة والكتب المكتوبة في خط الإيد القديمة ولكن بدأت بعض المؤسسات تلجأ إلى هذا المكان لأنه هو فعلا بيت خبرة كبير جدا لدرجة أنهم بيصنعوا الورق الورق نفسه اللي بيتم به الترميم ده كانوا بيستوردوه من بره وبعدين في ظروف الصعبة بتاعت الاستيراض كده راحوا عملوا طرائق جدا وعجينة كيميائية بمساعدة المشهر فعليهم وصنعوا الورق داخل المكتب فهم لقيتوا أنهم حكولي بقى على المشروع اللي موجود اللي حددك بتتكلم عنه أنه الوسائق بتاع القناة السويس مش يعني مش وسائق قناة السويس اللي هي في الفترة النص التاني من القرن 19 لما تعملت قناة السويس فكانوا بيكتبوا كل الشغل بتاعها الحسابات والتقارير وكل حاجة بخط اليد في مجلدات ضخمة كده المجلد ضخمة كده كبير جدا كده ومكتوب بخط منمخ جدا وكده طبعا المجلدات دي متخزينة فأصابها بعض التلف كده في الجلد وبعض الأوراق في الآخر كده فحصل اتفاقية بين المكتبة وبين هيئة قناة السويس وجابوا كل المجلدات دي العددها ضخمة جدا يمكن 1800 مجلد ولا حاجة ومدأت تترمم داخل المكتبة وكل ما يخلص يخلص مجلد الحادثة كده تتفرج عليه بقى في شكله لأنهم بيرجعوا حتى الجلدة في لونها يعني لو اللون أصبح باهة يعني إلى حد ما يعني هم بيرجعوا تاني زي نفس اللون القديم لو في مثلا حاجة كده في الجلدة مثلا حشرة وكلت حتة منها عملت حاجة بيفضلوا ينظفوها جدا جدا حطوا عليها ببعض الكيمويات وبعدين رجعوها تاني زي ما كانت بنفس لونها والمجلد بيرجع تاني زي ما كان هذا المكان أنا نفسي انبهرت به جدا جدا قالوا لي بقى أنه عرفت بقى من المعلومات أنه كتير جدا من الجهات بتلجأ إلى هذا المكان عشان تعمل ترميمه وأنه بدأ حتى ينتشر في بعض الدول العربية يعني السمعة بتاعته بتنتشر في بعض الدول العربية أنهم بيطلبوا من المكتبة أنها تعمل بعض الترميمات لبعض الوثائق